من وقت أزمة كورونا وحال السينما في مصر والعالم ما كانش ماشي قوي وكان موسم الصيف ونصف السنة في مصر بالأخص بينزل فيه كام فيلم كده على استحياء علشان الدنيا تمشي وما تبقاش وقفة خالص ولكن الصيف ده هيكون مختلف جدا لأننا هنشوف فيه عودة للسينما المصرية بكوة ونشوف عدد كبير من الفنانين الكبار هيشاركوا بأفلام منهم طبعا كريم عبدالعزيز بفيلم بيت الروبي اللي بيشاركوا فيه كريم محمود عبدالعزيز وهنشوف كمان تامر حسني واللي هيشارك بفيلم تاج وهتشاركوا في البطولة دينا الشربيني وكمان فيلم السرب بطولة أحمد السقق ومونة زكي وآسر ياسين وشريف مونير وعدد كبير جدا من الفنانين وطبعا زي ما قلت لكم من شوية بقالنا كتير قوي ما شفتاش الكم ده من الأفلام بيستعد أنه ينافس في موسم الصيف